فسور قنجا فصل الخريف يلوح في الأفق الملك محمد السادس قال إذا استمرت هذه الأعداد في الإصابات في الارتفاع فاللجنة العلمية قد توصي بإعادة الحجر الصحي لا بل تشديده كما ورد في خطاب الملك محمد السادس بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب اليوم كيف تقرؤون تطور منحنى الإصابات هل نحن ماضون إليه بشكل حتمي هذا الحجر الصحي لا أقول لك أستاذ محمد قبيلة ما زال لنا الوقت وما زال لنا الوسائل التي يمكننا نسيطره على الوقت أشوف كي نجوش حوائيش إما سيطره على الوباء إما سيخرج على السيطرة وليس حلول الوحدة أخرى لا يوجد حلول الوساطية لا يوجد حلول القوائم إما سيطره على الوباء ونزل الحالات الأكتب ونزل الحالات الأقسام الإنعاش ويقول لي هذا المرض يدخل بين أمراض عادية ونحن ندره أقسام بوحده ولكن نعرجو جميع الأمراض بما فيهم الكوفيد لا يخلق لنا أي مشكلة في ذلك ساعة وإما سيخرج على السيطرة يعني سيخرج على السيطرة هي حالي لاحظنا الله يستر في الدول اللي يوقع اليوم لأننا تعلمنا منه بثاف لأنه بس يقونا وعرفنا شنو يمكنه يوقع خروج عن السيطرة هو المستجفيات قد يتمتلأ أقسام الإنعاش قد يكون عندك حل واحد ما عندك حلول وحدة أخرى هو الحجر الصحي الشامل والكامل اللي تواحد ما يقدر يبغيه وتواحد ما يقدر يبغي يوصل له لذلك الحل بين الدينة حالا هذا هو اللي المساج ما حدو بين الدينة ما حدو بين الدينة الحل ما حدو بين الدينة حاليا الحل ما زال بين الدينة وحاليا كنشوفه مثلا بعض المناطق أنا كنت بدعب عن قرب مدينة الطنجة تبقوا بها بزب ديال إجراءات في الأول من كانت فيها الإبيديمي أوبي بدأوا الحالة كنقصوا شوية صحيح كنت ترى أن الأمر ليس معقد ليس صعب للفهمة ليس لديهم قراءة كثيرا ليس لديهم ماتماتيك ليس لديهم خصو الإرادة خصو الإرادة والبساطة في التعامل بدون خوف بدون هلاء نقص منه ترجمة نانسي قنقر